فالله لا أسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشير أتمم له رباه يا من نرتاجه هدفا عظيما قد تلاء لأك القمار إخوتي الكرام ما زلنا بفضل من ربنا نعمة مع الفروق الدلالية في القرآن أهل كريم ما كنا من العام الماضي ما انتهينا منه فلابد أن يعني الفرق بين التفرق والتنازع الفرق بين التفرق والتنازع كان آخر شيء المطر الغيث نعم طيب الآن التفرق والتنازع التفرق في اللغة انفصال الشيء عن الشيء وتمييزه منه وهو ضد الاجتماع التفرق هو انفصال الشيء عن الشيء وتمييزه وهو ضد الاجتماع يعني انفصل انفصل تام هذا التفرق والتنازع في اللغة مأخوذ من النزع وهو الجذب والقلع فكأن المتنازعين يتجذبان الحجد بينهما تنازع وقد ورد لفظ التفرق بهذه السيغة في القرآن الكريم ما يقرب من ثمان مرات قال الله تعالى وعتاصموه بحبل الله جميعا ولا تفرق وهذه مسألة من العظم بمكان لابد الإنسان أن يفهمها جيدا لأن هذا أصل الدين أصل رفعة الأمة بالالتفاف حوضرات واحدة أيوب رأي الله عنك نفس الله أن يجب مع مننا في خير وعلى خير دائما ونتعاون على البر والتقوى أيها المغربية الطيب أقول وأعتصم بحبل الله جميعا ولا تفرقوا وأيضا قال الله تعالى لا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا بعد ما جاءهم البينات فأشوف الفرقة بأسلها وجاءت في خير ما موضع يعني الشرع جاء ينكر ذلك وجاء يرد وقال الله تعالى ولا تتبعوا السبلة فتفرق بكم عن سبيله قال ولا تتبعوا السبلة فتفرق بكم عن سبيله ولا تتبعوا السبلة فتفرق بكم عن سبيله فإذا التفرق في هذا الباب يعني ذكر الله جلاله في غير ما موضع وكان التفرق هذا يعني سبب زوال الاجتماع والألفة وإذا زال الاجتماع زالت الألفة وإذا زالت الألفة حل محلها الوحشة وكانت الفرقة والفرقة عذاب والفرقة عذاب لذلك قال عمر الخطاب من أراد بحضوحة الجنة فعليه بالجماعة فعليه بالجماعة والتفرق في آتنا العام اتباع الهوى اتباع الأهواء والشهوات والتباعد عن الدين كل ذلك التفرق يؤدي إلى التنازع ويؤدي إلى فرقة ويؤدي أيضا إلى اتباع الهوى واتباع الهوى فيه ما فيه من يعني الهلكة آه والله هذه فائدة أحسن الله كأنك تبتها من عام العامنا يلتمس فيه المتح من الناس فالعلم من طريقة في النفاق سأل overcome الله يسطر عليه نارو الله يسطر عليه نارو الله يسطر عليه نارو نعم الله هذه فائدة تبتب بماء العين الله الذي أخرجها ما أنا الذي تكلمت بها الله الذي أخرجها سبحانه ربي العظيم وأما التنازع وقد ورد في القرآن بهذه الصيغة في سبع مرات قال تعالى حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر فَشل عدلين للتنازع حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أرأكم ما تحبون منكم ما يريد الدنيا ومنكم ما يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفى عنكم الله ذو فضل على المؤمنين وقال تعالى فإن تنزعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول قال الله تعالى فإن تنزعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول وأيضا قال الله تعالى يتنزعون فيها كأسا للغم فيها ولا تأثيم فالمفسرون يقولون أن التنازع فيها من النساء فيها الاختلاف والتنازع فيها الدولة يتنزعون فيها كأسا التبادل أو التعاطي والتبادل والتجازب على سبيل الملاعبة فإن الأهل الدنيا في ذلك التجازب لذة وكذلك في الجنة تكون لذة أعظم من هذه اللذة فالتنازع قد يكون معنويا وهو اختلاف الأراء والمداهب وقد يكون مديا هو التجازب وإذن فقد سوى العلماء أن التنازع التفرق في دلاعة كل منهما على الاختلاف إلا أن التفرق أقوى من التنازع لأن التفرق فيه تشتيت للوحدة وتمزيق للجماعة أما التنازع لا يؤدي إلى ذلك أقول حقيقة الأمر التنازع يؤدي إلى التفرق يعني لو نظرنا إليها بعين الارتباط فالتنازع يؤدي إلى التفرق التنازع هو المادة الأصيلة للتفرق فكل التنازع مع عدم الرد إلى الله ورسوله كل التنازع مع عدم الالتزام بأرض صلبة يرجعون إليها هذه تؤدي إلى التفرق والتفرق يؤدي إلى الفشل والفشل يؤدي إلى الذلة والصغار والمهانة وهذا الذي تعيش فيه الأمة الإسلامية الآن هذه التي تعيش فيه الأمة الإسلامية الأمة الإسلامية متفرقة تفرق يعني تفرق أبدان وتفرق قلوب لذلك خسارتها عظيمة خسارتها عظيمة في هذا الباب فإذا نقول التفرق التنازع يؤدي إلى التفرق التنازع يؤدي ملازمة الأمر التنازع يؤدي إلى التفرق لذلك قلنا أي تنازع أي تنازع رددته إلى الله ورسوله لا يؤدي إلى التفرق أي تنازع رددته إلى الله ورسوله لا يؤدي للتفرق وأي تنازع كان من بعه الهوى فالتفرق لازم له فالتفرق لازم له والتفرق أقوى من التنازع وقد يكون التنازع في هذا الباب ماديا خاصا بمفارقة الأبدان وقد يكون يعني خاص يكون بمعنى آخر وهو التجاذب كما قال يتنازعون فيها كأسا يتبدلون فيها كأسا ومن ذلك أيضا فصما قصفا قصما وجاءت في القرآن والفصم في اللغة كسر الشيء فصما يعني كسر الشيء دون أن ينفصل بعضه عن بعض فصم الشيء كسره دون أن ينفصل بعضه عن بعض والانفصام معناه الانقطاع والانفصام معناه الانقطاع القصف في اللغة الكسر يقول قصف العود أي كسره وقصف العود إذا كان خوارا ضعيفا وكذلك الرجل تقول ورعد قاصف أي شديد كان يقصف الأشياء بشدته هذا القصف فالقصف فيه شيء من الدفع والدفع بقوة والقسم في اللغة الكسر الشديد للشيء حتى ينفصل بعضه على بعض لا ما رد له حتى ينفصل بعضه عن بعض يقال فقسمت الشيء حتى ينفصل بعضه عن بعض يقال قسمت الشيء أي كسرته حتى يبين حتى ينفصل إذن لا نقول فصم قصف هذا اسمه ارتباط معناوي في أصل اللغة وأيضا الفروق بينهم التصعودية التصعودية يعني نراه يتدرج في الشدة فالفصم أدنى الفصم أدنى والقسم أشده والقصف بينهما في الشدة بينهما في الشدة والقرآن قد أتى بذلك قد ظهر عندما رعاه القرآن في هذا التترج في الآيات قال الله تعالى لا إكلاه في الدين قد تبين رجل من الغي فما يكفر بالتفوض هو من بلاه فقد استمسك بعض الوثقة لانفصام لها أي لانقطاع لها والانفصام والانقطاع وقلنا هو ألين من القصف أما القصف قال الله تعالى أمنتم أن يعدكم فيه طارة أخرى فيرسل عليكم قاصفا من الريح فهو أشد هنا ريحا شديدا لها صوت يعني تكسر ما تمر عليه وهذا القصم وأما القصف هذا القصف وأما القصم الثالث قد قال الله تعالى وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة أي أهلكناها إلا كانت تاما فكان الانفصام انقطاع نعم افترق نعم لكن هين هين كسر بلين وأما القصف فكسر بقوة بشدة وأما القصف وهو أشد ما يكون هلكة وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة أهلكناها قد يكون انفصامنا عن عدم هلكة وقد يكون القصف مع الشدة إيلام مع عدم هلكة أيضا انفصام مع الشدة بإيلام لكن مع عدم هلكة لكن الهلكة في القصف وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة إذا نقول هناك تقارب في المعنى بين فصمة وقصف وقصمة فالجميع يشترك في الفصل أو في الكسر في القطع لكن يختلفون في القوة فالقصف شديد والقصم أشده في هذا الباب وأليانه هو الفصل في هذا في هذا الباب من ذلك أيضا الفقه والفهم الفقه وردت في القرآن تشترك في معنى وتختلف في معاني الفقه والفهم دي تعتبر الفلوك الدلالية كما قلنا بالفلوك الفقهية وهذه أصلا نعومة النظر في هذا الباب لحلاوة القرآن وتظهر يظهر لك بلاغة القرآن في ذلك الفقه في اللغة ادرك الشيء على ما هو عليه والعلم به والفطن به الفقه فوق الفهم الفقه ادرك الشيء والعلم به والفطن له والفهم في اللغة العلم بالشيء الفهم في اللغة العلم بالشيء وإذن في الفقه يتمكن على الفهم بالدلالات على الفطنة والفقه أدق وأخص من الفهم الفهم العلم بالشيء وغجأت القرآن بالكلام على الفقه والتطقيق الفقه في قول فما قال فما لهؤلاء القوم لا أكدون يفقظون حديثا لهم قالوا الحسن من الله وسيء منك فقال أولا لا يفقهون حديثا وقال الله تعالى أيضا واجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا في آذانهم وقرى واجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا في آذانهم وقرى وقال تعالى وانظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون فانظرنا قوله واجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا والأصل الفقه في القلب وإن كان العقل في الدماغ أو العقل في القلب فالفقه في القلب أصلا فلا يمكن إنسان أن يتفقه في ديني أو يتقن فقها إلا ما كان القلب على وطيرة النقاء والصفاء وقال الله تعالى انظر كيف نصل في الآية لعلهم يفقهون يعني يصلون إلى المعنى الأصيل المراد منهم فيسارعون على مرضات الله يدل في علاه وقالوا يا شعب ما نفقه كثيرا مما مما تقول وحقيقة الأمر أن الفقه هو التوصل لعلم غائب بعلم شاهد يعني نظر في ربط المقدمات بالنتائج الفقه هو أنه يعني يربط المقدمات ليصل بها إلى النتائج ولذلك قال الله تعالى يعني منكرا على أهل الكفر فما لهؤلاء القوم لا يكعدون يفقهون حديثا أنهم لا يعلمون بأن الله هو بسط الرزق هو قابض الرزق والمدبر وهو القوي القادر وهو القاهر فوق عبادي والمعطي المانع المحي المميد سبحانه وجل في علاه والله جل في علاه بيّن ذلك أيضا في أهل الكفر لهم لا يعقلون عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني يسمعون ولا يعقلون قال واجعلنا على قلوبهم أكنة أعوذ بالأقفال أكنة لا يكعدون أفقهون فقال الله تعالى واجعلنا قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم فالفهم والعلم بوجود الشيء أما الفقه هو الوصول إلى غوصه وأساسه ولذلك الله جل على قد أقر بعلم لدوود وسليمان لكن عند التخصيص قال ففهمناها سليمان وكلا أتينا حكما وعلما إذن نخلص إلى ذلك أن التقارب الدلالي في الفقه والفهم والعلم بالشيء ولكن الفقه أدق له منامح دلالية أكثر من ذلك التأمل إطارة النظر التراجز استنباط ربط المقدمات بالنتائج فالفقه أخص الفهم الفقه أخص الفهم الوصول إلى غائية المسألة ولذلك نقول دائما المطلوب النساء أن يكون فقيها دقيق النظر في هذا الباب نعم إخوتي الكرام نقف عند هذه إن شاء الله وفي الغد القريب نحن على موعد دائما مع محاضرة أكاديمية الرشيد في المعاني الإيمانية ومع الفلوق الدلالية أيضا وفي الليل إن شاء الله يكون النسائي أرد الله عنكم أجزائكم خيرا وأحسن الله عليكم فنالت من فنون الدين ريا ولشيخنا همة نعلت الثرية فنالت من فنون الدين ريا فذافقون كسقيا الماء كانا وتلك عقيدة السلفين نقيا وتلك عقيدة السلفين نقيا فأخلص لي تربي وبارك على شيخي النبي للخلق والضاحى المحيا